بلغت كميات النفط المستوردة من العراق خلال شهر أذار المنصرم حوالي 340 ألف برميل بمعدل 10 ألف برميل يومياً ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالزواتي قالت إن مصفات البترول الأردنية استقبلت ما مجموعه مليونين ومئة ألف برميل منذ بداية تفريغ مادة الخام العراقي لدى موقع المصفات خلال الفترة من الخامس من أيلول الماضي ولغاية نهاية شهر أذار وتقاسم ألف ومئة وخمسة وتسعين صهريجاً أردنياً وعراقياً خلال شهر أذار الماضي نقل كميات النفط الخام المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق في الثاني من شباط عام الفين وتسعة عشر وأوضحت زواتي أن عملية نقل النفط العراقية تتم حالياً وفقاً للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا بتفريغ الصهريج العراقية في صهريجا أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين